ارتفاع غير مرتبط بهذا لا اظن ان ارتفاع الاسعار بدأ من سنة شهر ثلاثة الفين واثنين وعشرين ودروة الارتفاع كانت في سنة الفين وبداية الفين وثلاثة وعشرين او ديسمبر او دجمبر الفين واثنين وعشرين لذلك فاظن بان لا اجد هناك رابط علاقة ما بين هذه الامرين ربما الاستثمارات هي تساعد في ضخ اموال في السوق اعطاء يعني يد عاملة جديدة هناك سيرور اقتصادية يتم انتاجها ولكن لا اظن على انها سبب فيما يسمى بالموجة التدخمية لا يجب ان ننسى اننا اليوم خرجنا من الموجة التدخمية اليوم نسبة التدخمية على نهاية السنة ستكون على 1.5.6% حسب الاخر الاستشرافات بنك المغرب وكذلك المندوبية السميلة التخطيط والسنة المقبلة سنكون في 2% و2.4% يعني ان نستنى في الموجة التدخمية والاستثمارات اظن انها بدأت قبل يعني في بداية السنة ولا اظن انها سيكون لها وقع بالنسبة لنسبة التدخم لا يجب ان ننسى ما ذكرته سيدتي من قبل هو ان التدخم هو مستورد في المغرب يعني انه لن يكون هناك تدخم اذا لم نرأه عند فرقائنا او كذلك شركائنا الاقتصاديين في اوروبا اذا كان في اوروبا هناك تدخم سيكون في المغرب اذا لم يكن فليس هناك اي مشكلة بالنسبة للتدخم لان اغلب المواد نستوردها من شركائنا الاقتصاديين واضيف على هذا انه لكي يفهم فقط المواطن وكذلك ربما المتتبعين للشأن هو انه اذا لم يكن هناك تغير على الصعيد الدولي في المنظومة الاسعار قترول القلاق السياسية الى اخره فلن يكون هناك اي وقع على التدخم هذا هو واقع الحال اليوم الذي يخوفنا اليوم في العالم هو ما يقع في الشرق الاوسط لان اذا ما اقفل مثلا مضيق هرمز لدخول ايران في الاشكالية او الى اخره هذا سيكون واقع جد سيء على المغرب خاصة انه اذا ارتفع اسعار البيترول بطريقة صاروخية